أن تجد نفسك بين ليلة وضحاها خارج منزلاً دمره زلزال على غير موعد ربما يكون أهون عليك من وقع استغلال البعض هذه الكارثة ليطلب إيجاراً لمنزلاً بواقع خمسة أضعاف يجينا رجعنا نستأجر أو نلاقي بيوت ما في بيوت أبداً حتى إذا لقيت البيوت عم تكون الأجارات فوق الـ 250-350 مع يمكن تكون أنت عيلي أو عيلتين أو تلاتي بغرفة وحدة احتمال تلاقي غرفة وحدة بـ 250 ما أنا مؤهلة ما فيها مثلاً المي ما فيها كهرباء ما أنا مؤهلة حتى للسكن بس أسعار سياحية ما طبيعية وهذا شيء طبيعي بكل الكوارث لأن الناس اضررت وبدأت حاول تلجأ لمسكن آمن وسليم بغض النظر على الموضوع المادة لأن الروح أغلى غرفة وإن كانت ضيقة يراها السوريون هنا حلاً لعجزهم عن دفع الإجارات الباهضة حتى وإن سكنها 15 شخصاً نحن الآن عايشين كلها بغرفة وحدة عائلة من 8 نفوس ومعي أخي أولاده 12 نفس عم بنام بغرفة وحدة هون بدنا نروح عنا كمان كان شقة تحت طبعاً هذه كمبيني راحت أمر الله بالزلزال الحمد للرب العالمين بس هون كمان بدنا نروح لا ما أوه ولا شيء أما الخيام فإن لها قصة أخرى هي السطر والأمان لعائلات كانت تعيش في بيوت وعماد ولكنهم اليوم أمام الخيبة كخيار وحيد أنا بيطي أرضي وهي البناية وقعت علينا الحمد لله طلعنا عن أولادي خير وسلامة وطلعنا نصبنا هنا نحن ندور أجار بيط غالي ما في بيوت غالي ما معنا مصاري أجار بيوت الناس للناس هكذا تتحدث الوجوه المتعبة بعد الزلزال وكأنهم بهذه العبارة يعاتبون أولئك الذين وجدوا في مآسي الناس فرصة للتربح وهل من ظلم أشد من ظلم ذوي القربة ومن ظلم الجار حين رفع البعض الإجارة إلى أرقام خيالية مستغلا كارثة الزلزال التي حدثت هنا ليزيد على المتدررين مأساة فوق مأساتهم عبد الحليم اسكاي نيوز عربية اللاذقية سوريا شكرا